لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد تكلمنا عن المسار أولا ولد هذا الدستور بسرعة وتم تمريره على برلمان فاسد وهو برلمان بوتفليقة إذن بصامات بوتفليقة موجودة في هذا الدستور ليس فقط أن هذا الدستور تم تمريره على برلمان الرشوة والفساد بل أنه أصلا هذا الدستور نعم هذا الدستور هو نفس الدستور تقريبا دخلوا عليه فقط إضافات معينة تمت إضافتها من طرف اللجنة هو نفس الدستور الذي سلمه أحمد العرابة إلى أحمد أويحيا وعندي معلومات كانت مقربة من دوائر في ذلك العهد وكانت لديها علاقة بهذا المشروع الدستوري أكدت بأن هذا الدستور تم تقديمه أولى أويحيا وأيحيا قدمه إلى السعيد بوتفليقة وبعد الاطلاع عليه قالوا هذا في قنابل هذا في تحول كبير في مفهوم الدولة إذن ونحن صرنا على مقربة من عهدة نهاية العهدة الرابعة وندخل العهدة الخامسة ما يجب أن نفتح جبهة مع الجزائريين وكانوا على علم أن الشعب الجزائري رافض العهدة الخامسة قال لك نزيد لهم هذا الدستور راح نصبوا الزيت على النار بل أنه المصدر الذي أكد لي هذه المعلومة قال بالحرف الواحد أن بوتفليقة قال لهم هذا دستور قنبلة يجب أن تكون هناك ظروف لكنه ليس رافضين للدستور ولكنهم رافضين الوقت فقط لتمرير أعلى الجزائريين هذا من جهة من جهة أخرى مصدر آخر مقرب من أحمد قايد صالح أكد لي شخصية أن أحمد قايد صالح قال لهم أن الدستور ما يجب أن يكون أول شيء يعمل رئيس الجمهورية أول شيء يجب أن تحل المؤسسات وتعاد بناء مؤسسات دستورية وأن الدستور يجب أن يعد من طرف هذه المؤسسات الدستورية ربما كان يقصد البرلمان أو مجلس الأمة إذا بقي مجلس الأمة أو شيء من هذا القبيل المؤسسات الدستورية التي يعد لسول الفريق أحمد قايد صالح أسر إلى مجموعة مقربة منه أنه ضد دسترة التمازيغث ما سميت التمازيغث وقالهم أنه لا يمكن أن هذه المادة التي فرضها العروش فرضها أرضية القصر طالبوا به دسترة ما سميت الأمازيغية والتمازيغث دون المرور على الاستفتاء الشعبي وهو في حوارهم مع أويحيان وهو الذي تم بالفعل بل قال لهم أن دسترتها لم تكن من طرف بوتفليقة بل أنه من الجماعة المحيطة لذلك كانت دسترة هذه التمازيغ غير قانونية بالمر دستور برامان كان برامان مزور إذن ليست له أي شرعية حتى يوافق على الدسترة الانتخابات كلها في عهد بوتفليقة كلها مزورة ومزيفة مادة تمس هوية الجزائريين تغير بهذه الطريقة يجب أن تمر على الاستفتاء الشعبي الدستور يقول الشعب هو مصدر السلطات السيادة للشعب كيف تجي تمسلها عنصرة هوية وبعد ذلك مباشرة كأنه لا شيء يغيرها ينزلها للبرامان يجيهم الأوامر كل واحد يجيه الأمر يقول نعم يرفعوا يدهم انتهى لو كانت البرامان شرعي وبرامان منتخب حقيقة ووافق على هذا الشيء شيئا آخر نقطة أخرى في إطار المعلومات التي وصلتني منذ فطرة وقلت في رحلة التأكد منها أن الاجتماع الأول الذي جمع العرابة مع اللجنة قدملهم هذا الدستور أيها البروفيسور يا ابن الشهيد متى ألفت هذا الدستور وأعطاهم هذا الدستور وقالهم هذا الدستور أعددته من قبل رح يكون هو المنطلق نناقشه إذا فيه أشياء نحوهم وإذا أشياء أضيفهم لم تغير إلا أشياء قليلة جدا وأضفوا لهم بعض الأمور فقط كانت قضية للأمانة قضية هذه تعبيان أول نظمبر ما كانتش موجودة تمت إضافتها أضفوا لها حكاية الحراك الشعب هذه الدستور كان معدد الدستور الآن الذي سيستفتع عليه الجزائريون هو نفس الدستور الذي كان سيعرضه بتفليقة على الجزائريين في عهدته الخاصة ربما سيأتي أحد من أعضاء اللجنة سيكذب طبعا سيكذب أو سينفي أو سينكر أو كما طبعا رح يقول نعم ولكن أجزم لكم أن هذه المعلومة صحيحة أن هذه المعلومة صحيحة ومن أراد أن يبحث فيها فأن يبحث فيها عن مصادره أحمد العرابة قدم للتبون نفس الدستور الذي قدمه إلى سعيد بوتفريق ترى هل تبون على علم أم لا هذا شأنه إذا كان الرئيس على علم فأعتقد بأنه هنا وجه أولا ضربة لنفسه ولمصداقيته وأمر آخر خدع خدع نعم خدع الحراك الشعبي وخدع الجماهير التي كانت في الحراك وإن حازت إلى المسار الذي دعمته المؤسسة إن كان لا يعلم والاحتمال الثاني إن كان لا يعلم ولا يدري فبهذا أن أحمد العرابة خدع الرئيس عبد المجيد تبدو قدم له نفس الدستور الذي قدمه إلى أحمد ويحيان وعلى الرئيس أن يحقق في هذا المؤسسة وعلى الرئيس إسعى بطرقه الخاصة أن يسائل أعضاء اللجنة سيجد أن هذا الدستور هو نفسه الذي قدمه الذي قدمه لآل بوتفليقة وكانوا بصدد تقديمه إلى الجزائريين عبر استفتاء شعبي كأن شيء لم يتغير فقط أضافوا أيها الرئيس دسترة الحركة الشعبي أضافوا قيام الجيش وقيام بمهام حفظ السلام أضافوا بعض الأمور والرتشات الخفيفة التي لم تكن موجودة من قبل إذن المعلومات مثل هذه ستضرب مصدقية مصدقية الدستور لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر